الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحبتي في الله مع المفتاح الخامس من مفاتيح الرزق إنه مفتاح الصدقة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون علم الله سبحانه وتعالى منا حب المال والتمسك به فقال لنا أقرضوني قرضا حسنا أضاعفه لكم أضعافا كثيرا والله غني سبحانه عن العالمين روية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا ملكان ينزلان من عند الله سبحانه وتعالى يدعوان للمنفقين في سبيل الله أن يخلف الله عليهم ويدعوان على الممسك والذي لا يدفعه ولا ينفق في سبيل الله أن يعطيه تلفا أن لا يبارك الله سبحانه وتعالى له في رزقه وكذلك أروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا الصدقة تفتح باب الرزق الصدقة مفتاح من أهم مفاتيح الرزق التي تسعد بها أيها المسلم ورزقك ليس ينقصه التأنيه وليس يزيد في الرزق العناءه إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينفقون في سبيله سراً وعلانية ابتغاء وجهه الكريم إنه سميع قريب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم